تعرفوا لأنه بلدنا كبيرة وعندنا مشروعات كتير بحقيقة موجودة على أرضها أنا كتير جدا لما بسافر وبامشي في طرق أقول الله طريق ده تعمل إمتى؟ إيه الجمال ده؟ وإيه الشكل ده؟ وأنا ست بشتغل في الإعلام يعني بتابع حاجات كتير لكما ببقاش دايما شايفاب عيني طول الوقت بحب أتحرك وبحب أشوف وبحس إنه الناس لازم تشوف اللي بيحصل وتشوف الحاجات الحلوة وزي ما قلنا كده في البداية يبدو إن حلقة اليوم هو الإبداع عنوانها زي ما قلنا إنه في قوة مصر الرائعة القوة النعيمة والكاميرا هي الحقيقة اللي بتقدر يعني تنقل وتصور بالنسبة لنا الجمال ده لأنها أولا بتعمل إيه؟ بتعبر وبتحاكي وبتوثق للواقع وبتقدم حاجات ممكن إنت ما تبقاش شايفها يعني تقدم تفاصيل تعارفين الكاميرا عندها تقنية بتاعة الزوم إنك تشوف تفاصيل كتير جدا ممكن تبقى مع الدوشة اللي موجودة حواليك ما بقاش عندك الوقت تشوف التفاصيل في عدسة لمصور مصري رائع والعدسة دي دايما مختلفة بزواياها بزوايا فنية وفكرية علشان كده هتلاقي في مصور مصري دايما بيوثق اللي بيحصل في بلده والحد هنا حط كده كم خط لقي ما بقى سعيدة بالناس دي لأنه هو حابب إنه هو فرحان أساسا بإنه بيحصل تطوير كبير جدا في بلده بيحصل تنمية حققية فبيبقى عايز يوثقها بالكاميرا ويوثق بالتفاصيل الكاميرا بتاعته بتتجول دايما في مناطق كتير في جولة فيها في العالمين من العالمين بيروح لجنوب مصر وبيوثق بالعدسة بتاعته مشروعات مصر القومية توثيق ما بين الحاضر الماضي والمستقبل الصور زي ما انتو شايفينها على الشاشة الصور رائعة جميلة وبتشوف أنا كتير يعني لما بناس بتشوف صور العالمين يقولك هي دي دبي طب يعني مصر فيها حاجات حلوة كتير الصورة حلوة والطبيعة واضح ده شروع أو غروب وبصوا الجمال عامل ازاي يعني حقيقي صور بديعة كلها أحلى من بعض وفيها كده أجواء هو هنا بيشاور على الحاجات وبقى فيه مصريين كتير بيحب وده عالم مصر طبعا اللي هو لابسه أو معاه الحقيقة الصور بتتكلم وبتوثق وكمان أنا بحب لما الحاجات دي بتنزل هنا بيوريك الحاجات اهو الحاجات دي لما بتنزل على سوشال ميديا على أي بلاتفورم في السوشال ميديا على أي وسائل بتبقى إيجابية بص الصورة عاملة ازاي بصوا الجمال بصوا الإبداع عاملة ازاي بصوا الأبراج دي العالمين دي لحة فنية وطبعا أكيد يعني أنا إن شاء الله حكلم معا دلوقتي اللازم يدخل المسابقة ويبقى عندنا أنا نفسي بقى عندنا مسابقات في الصور بلدنا يعني يبقى عندنا معرض كده تتولى وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الشباب ويبقى فيه صور من بلدنا صور فيها هذا بلدنا جميلة شايفين المنظر عامل ازاي؟ بديع بديع الحقيقة يعني كل صورة أحلى من التانية والصور دي على فكرة مش من بلد برة زي ما احنا بنقول لا دي من بلد جوة من بلدنا الأبراج دي كلها مصرية ده المستقبل ده الحاضر اللي احنا عايشينه خلينا مع الصور تفضل موجودة نروح ونيجي معاها على الشاشة من خلال يعني نسمع صوت كده ونتكلم مع المصور الفنان أحمد رزق مساء الخير ده النور يعني الصور الحقيقة بديعة وجميلة وأنا بحييك عليها لأنه أولاً أنت فنان واخد زوايا حلوة وباز المجهود الفكرة جات لك إزاي أحمد أو عن مثلاً أنا شغلت أصلاً في المعمار اللي هو أصلاً التصوير ده هوتي من وأنا ضغير أصلاً بتعمل إيه في المعمار؟ أنا أصلاً شغلت سباك شغلت سباك؟ أه أقسطة يعني أيها يا أهلاً وسهلاً والله أنا ببقى فخورة بيك وده أنت يعني بجد حاجة مشرفة وبعدين عينك حلوة جداً يعني الجمال اللي أنت أنت هنا في العالمين الصور دي في العالمين؟ أنا حالياً في العالمين دلوقتي برضي أنت حالياً في العالمين؟ أه وإنت هنا مسور الصور وإنت شايفها معايا الصور دي كلها فيها غروب وشروق مظبوط؟ مظبوط أيها إيه اللي أنت شفته؟ يعني أنت طول الوقت بتحب تصور وإنت بتشتغل؟ يعني طول ما أنا شغال اللي أنا بحس أن أنا بشوف أصلاً يعني غير الناس يعني نظرتي للحاجة بتكون غير الناس وكده دائماً بحب أدوري على الحاجة الحلوة في المكان وطوري عشان أظهرها بشكل حلو يليه بالمكان في مصر وفي مكان المكان وكده أنت بتشتغل سباك في المشروع الكبير اللي موجود في العالمين مظبوط؟ آه مظبوط حد بقى من السادة المسؤولين هناك أو كده شاف صورك البديعة دي يا أحمد؟ صورك العلامي دائماً بتدعمني وبتنزل صوري وفي ناس برضو دائماً بتشوف صوري بتشكرني عليها وتقول صورك جميلة وكده لكن دي أول مرة صورك تنزل على التلفزيون في الإعلام يعني آه مظبوط بس كتير يعني تتنشر على الصفحات وكده وبتطلح كرين بات على طول بس حاجة بديعة الصورة اللي فيها نخل دي فين؟ دي عندنا في أسيوت في أسيوت نرجع تاني شباب رجعوني للصورة بتاعت أسيوت دي الصورة بتاعت أسيوت دي بديعة بديعة جداً أنت أصلاً من أسيوت صعيدي يعني أنا أصلاً من أسيوت صعيدي أه يعني أنت واضح أنه هوية التصوير عندك يعني رائعة يعني ما فكرتش تعمل معرض أو تقدم الصور دي تبقى وحد أو تعرضها على وزارة الثقافة يشوفوها يعني ما فكرتش تعمل كده؟ للأسف أنا نستعمل كده بس مش لأي اللي دعاننا في مصر يعني عندنا في مصر أنا فيش حد بيجيزة عمل مواهب وكده نحن النهاردة بنتكلم عن المواهب والإبداع وفي منتدى للشركة المتحدة لخدمات الإعلامية إحنا هنقدم لك إيه رأيك؟ إحنا هننوب عنك وإن إحنا نقدم هذه الصور الرائعة للمصور الرائع أنا هسميه القسطة السباك المصري المعلم يعني أنا بحب القسطوات أولاً تكلمني على السباكة أنت فنان كده في السباكة زي الفن بتاع الصور دي؟ آه الحمد لله يعني أكيد يتلف في إيدك حرير يعني اللي يطلع الفن ده أنت أكيد بتعمل سباكة يعني من نوع خاص جداً يعني اللي يطلع الجمال ده الحمد لله طلع ربنا كده طيب إحنا هنستأذنك أن إحنا نحاول نعمل يعني إتصال ما بينك وما بين سيدة وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم في هذه الصور الرائعة اللي ممكن تدعمك في أي مجال من المجالات وتبقى موجودة الصور دي لما يبقى فيه معارض بيبقى فيه معارض كتير تبقى صورك كمان موجودة هنحاول إحنا كفريق التسعة نعمل ده وإن شاء الله نوصل لحد من المسؤولين ويبقى صورك دي بتتعرض تبقى موجودة مثلاً في الجامعات طيب إنت من أسيوت مش كده؟ أخبار الجامعة إنت ممكن صورك تبقى موجودة في جامعة أسيوت إيه رأيك؟ والله ما أتمنى كده أو السيد المحافظ والسيد المحافظ في أسيوت لو بيسمعنا ويشوف الصور دي تبقى موجودة في المحافظة لأحد من أبناء أسيوت الصور دي تبقى موجودة عندكم تبقى حلوة سواء جامعة أسيوت محافظة أسيوت وزارة الثقافة تدعمك إحنا هنهتم بالموضوع ده لأنه الصور الحقيقة بديعة أولاً عجبني جداً الصورة بتاعة أسيوت والنخلة أنت دايماً بتحب الحاجات العالية وبتصورها النخلة بديعة المنظر ده فين بتاع النخلة فين في أسيوت؟ ده عندنا في قرية الحمام طبع مركز أبنو ده في القرية بتاعتك القرية بديعة والخضرة والزراعة وواضح أن أنت من الناس اللي بيصحوا بدري أو إلى أنه في شروق كتير في الصور طبع أنا دائماً بحيب بصحة بدري يعني بنصف النسبة 6 نطلع الشغل وكده وأي حاجة بتابيني حلوة قداماً بتطورها أكيد أنا بشكرك جداً وإحنا هنتبع معاك أحمد وأوعيدك أنه صورك دي توصل لأكبر عدد والحقيقة شيء مشرف وجميل بشكرك شكراً جزيلاً وبشكرك على طقتك الإيجابية وعينك الحلوة طيب شفتوا بقى المواهب يعني النهاردة بتكلم عن حلقة إبداع صدقوني من أول ما كلمتكم عن فرقة رضا اللي كانت بتدور على الإبداع في المحافظات وهو مجرد يعني سباك أسطى يعني سباك زي الفل عينه حلوة بيصور بيصور أولاً القرية بتاعته بيصور في أسيوت يعني أنا محتاجة جداً الناس دي لازم يتم دعمها ترجمة نانسي قنقر